وفي ظل الحديث عن الانتخابات قال رئيس المحكمة الكنسية للروم الملكين الكاثوليك الإرشمندريت الدكتور بسام شحتيت إن الكنيسة تدعو جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات وإنجاح العرس الوطني الديمقراطي مؤكداً أن الكنيسة كانت وستبقى على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهي باستمرار مع من يخدم الوطن ويعمل من أجل خير أبنائه وأوضح الأبشحتيت أن الكنيسة ترفض تسييس الدين واستخدامه من أجل المصالح المختلفة لافتاً إلى أن المنابر الدينية ودور العبادة وجدت للروحانية والصلاة وتوجيه الناس للخير والمحبة والرحمة